اشتركوا في القناة ايه نجيب معانا كده كل ايه ازاي بيقولوا افي ناوان دان كل شوية كده نجيب ايه راجل يغششنا لان انتو على طول عندكم الابديت عاملوا زي السوفتوير الكمبيوتر كل شوية بتجددوا احنا انتو زه احنا بس منجدد ما هو في لأ انتو بتجددوا فاحنا بتجدد اوكي احنا بتجدد على تجددكم انتو فاهم بتتزيل سوفتوير نوع ما احنا عاملين اوبديت مش عارفين محل امنين ولا فاقولنا بقى انتو تنورنا يلا بينا مشكلة ان امرأة واحد ارجوك يا ردو تردزي انا مخطوبة الواحد بحبه جدا وبحترمه وهو كمان بيحبني علاقتنا حلوة جدا المشكلة يا ردو ان هو رافض شغلي بيقولي ما تشتغليش وهو عارف ان انا البنت الكبيرة واست اربع بنات وملناش اخ انا بشتغل علشان اساعد ابويا في مصاريف البيت ودراسة اخواتي وانا اصلا متخرجة هو بيقولي ان هو هيصرف على ابويا وعلى اخواتي ومعندوش مشكلة بس امراته ما تشتغلش وانا يا ردو ما قبلش الابويا ان حد يصرف عليه يعني حتى لو خطيبي او جوزي هو بيخيرني يا انا يا الشغل يعني هو بيحبها وبيشتغل وهيصرف عليها وعلى اهلها حيزانها ليه انت هتبدو من اولها كده بجد والله يعني بيشتغل ابوها اممتها اخوتها اه ما ايه انت تعرف كويس ما عرفوش بس عارفت خلاص بس هو مع حق اه هو لو خيارها ما بين هو لو خيارها ما بينها وما بين شغلها يعني وهي بتحبه وهتشوف عائل وهتشوف عائل يعني لا مع حق ملك تختار شغل تختار هو تختار هو ولما يجي بقى يتخانق معها وبعد سنتين تلاتة لما تشوف العيال ويقول لها انا بصرف عليك وعلى اهلك يبقى ازاي الحال ومنظر ابوها قدام جوز بنته اللي بيصرف عليه ايه طب انا قاسف ما منظر بابا ثانية واحدة بس واخوتها الاربعة التلاتة اللي لسه قدامهم مشوار طويل في التعليم ما هيصرف عليهم اولا هو مش ملزم ان هو يصرف عليهم بصورة ده واحد اتنين تكلمني انا اول خناها هتحصل هيزلها بانه بيصرف علي ابوها واخوتها تلاتة منظر ابوها الراجل المحترم الكبارة لما ايه جوز بنته ويزعع البنته وده وارد انه يحصل ها بيجي يقول له انا مسمح لكش تعمل كده في بنتي الراجل ده هيبقى ليه عين انه يحط عينه في عين جوز بنته ويقول له كده نا بصراحة بس مرضو لا 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 بس انت دخل زخني كده من اولها واحدة واحدة بس واحترامي الانكل والله هو دلوقتي بنته تشرف علي انا ابويا ملزم مني ماشي امك ثم امك ثم امك ثم ابوك يا أستاذ كريم وبالوالدين احسانة شلني وخلفني وكبرني وصرف علي وعلمني لما يقع ما شيرش أبويا السيابة تقولك لما يقع ما شيرش أبويا خطيبة عايشيل أبويا هو خطيبي اتخلق علشان يشير أبويا ولا انا اللي اتخلقت علشان يشير أبويا لما تقوليها كبه بس هما بيحبوا بقى وبتحترموا مش مهم الحب أبويا خلاص أبوك خلاص معك صح بس يعني صح بس هو لو حيصرف عليها يصرف عليها هو ملزق هي ملزمة منه لكن انا نقصر أبويا قدام خطيبي أو جوزي ما بدايا بسم الله الرحمن الرحيم عمي يستخاره ثانيا أنا ما علي أن تغطي شغلك وربنا هيعوضك ألف خير لكن انا ما حطش أبويا في موقف بص على ايه طيبات بص على ايه طيبات بحطش أبويا في موقف ان في يوم من الايام ممكن جوزي يعيره أو يعيرني به ودوارد يحصل ولا يا كريم لا أنا وفقت خلاص طيب ستدخل عليها سخنة كده من أولا شكرا نمرت دين رقناتك شوية كتير شوية شماشي طيب أنا اسمي حبيبة كنت بحبه واحدة كنت عايزة أعرف يحبني ولا لأ عملت أكاونت جديدة على الفيسبوك بعضت له آد قبل الآد ده طبيعي يعني دي منه ما تراجعيش وراي كلهم يعني أو 99 فرمية منهم بيقبلوا الآد بس إيه اللي بحصل بعض الآد بقى حنشوف دلوقتي وكلمته على أساس إنها واحدة تانية فنفس اللحظة اللي كنت بكلمه من الأكاونت الجديد يا معلمة كنت بكلمه الأكاونت بتاعي يعني هي بتكلمه بروحين عارفوا فيه شم روحين بتكلمه إنها حبيبة حبيبته وبتكلمه إنها واحدة تانية في نفس الوقت خلاص اللي هو عارفه وسألته من الأكاونت المزيف خلاص هو أنت مرتبط قال لي لا لعيب لعيب ومعروف طيب قال لي لا أنا مش مرتبط قال لي سنجل تعالي نرتبط أنا وأنت أنا أتعلقتي بي جامد من طريق كلامك أتعلقتي بيك يجامد من طريق كلامك ده بيقول للمزيفة حبيبة نمرة اتنين اللي هو ما يعرفش إنها أصلا حبيبة خلاص وكنت في نفس اللحظة بكلمه الأكاون بتاعي بيقول لأنا بحبك يا بني المسينة أنا عبر الصلاحات معلم معلم طيب المهمة فيه مولتله إنت بتحبيني عليها قلتله طب وبالنسبة لهاجر بتلق اسمه هاجر اللي تعلقتي بيها من كلامها راح أقال لي استني بس تصرحلك وفهمك ما تفهميش غلط أنا والله العظيم بحبك وأنتي أغلى حاجة عندي ما تفهمينيش غلط روحت أنا عملت له بلوك على الفيسبوك و بلوك على الواتساب و بلوك على انستجرام و بلوك كامل الكراد وشتبيني بالجلجل في الخلبية أنا كده اللي عملته ده صح ولا غلط وله رجعت أكلمه تاني ما كانش هيكون ما ايه؟ عندي كرامة ما كانش هيكون عندي كرامة صح؟ بس هي عمق ثانية واحدة ببدايا الصورة البروفيل بيكتشر بتاعت فيسبوك كانت ايه؟ ما مش ممكن تكون هي وهو كان بيهزر معاه كل ده؟ بتقولك عملها من أكاونت مزيف يعني ما فيه صورة مفتوك بس هو برضو انت بتحاول تبقر ايه خلاص؟ لا ما هو برضو لو هيعمل كده مت ذكوري ولا ايه؟ لأ مش ذكوري اما الا ايه ده أنا عملالك دخلة في البرنامج ولا دخلت مايكل جاكسون وهو بيعمل that ايه يا كريم؟ بس هو بق يعني واحدة 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 والتب والله واحدة واحدة وانا عرفت ان انت حقاني واحدة واحدة هيا هي ليه أصلا تعمل أكاونت مزيف من الأول أكيدشك كتشكك فيه يعني لو بنتكلم على السلكان بداية مش سلكة أكيد كتشكك فيه لو كان سلك معاها ممكن هياكت هتبقى سلكة معاها ماشي بس يعني بس أكيد فيه سبب أن هي تعمل أكاونت تاني يعني أكيد يعني وعملت أكاونت تاني واكتشفت أنه هو خاين هما بقاله مقدمع بعض لا مش مشكلتنا ده مش هولاد خلتنا واحدة من الجمهور عايزيني لديل لها بس هما دول مش يعني مش مش مع العلاقة هي بتحبه وعايز يعرف بيحبها ولا لأ فطبيعي هو لو مش في علاقة محدة لهم مرتبطين يامني ولا بحبك هيقم هو لسه بيفتح كلام بيشوف رزقه إيه اللي انت بتقوله ده بحبك ده فتح كلام أمال بقى اللي مش فتح كلام ده اسمه إيه هو دخل في الموضوع بحبك إيه بقى فتح كلام أمال بعد بحبك بيحصى بإيه ده إيه ده إيه ده انت معلمة وبرافو عليكي وجد عن ننتي يا فشتي وجد عن ننتي بلكتي أوف دل انت شاوير اللي بقى عمل اللي بقى بيها إيه زي الساعة كده وجد عن ننتي يا فشتي وجد عن ننتي بلكتي وده النوع اللي احنا بنقول يببلك ولا كأنه حصل وقلل كتير وراه خرج من حياتنا ولا يخصي البوسك بيا بابا وباما حتى خلاص ولو كنت رجعتي قوة ما كتشاهب عندك طبعا كرام ده بيكلم هجر حبيبة في نفس الوقت واحدة بيقولها تعين ارتبط والتانية بيقولها بحبك ايه تعلاتلي بيكي من تاريخ ينامك ايه 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 اه رخص رخص شيبنس ده الراجل اللي متاح ده اللي عامل زي � tror لوحد ده ببن اخدهوش يعني بستيبنه الناس اللي بتبا عايزى � estud احنا عايزين الطبق بتاعنا محدش يجمد字 بع Cara ما بعد إصباعه فيه خلاص شركة وسكية واحنا بنتاعتنا احنا بس خلاصي عملت له بلوك كفاية خلاص تعم طب يعني أنا بققول بندة ناكر عندها حق يا كريم أنت متعاطف معي متخين ولا متعاطف مع أي ولد أنت خين مش خلقة أنت زيه اللي هو بتكلم هجر لا ولا حبيبة والله حنا حسناك بتكلم هجر وحبيب ولا حبيب ولد ولا يا كريم والله أنت متعاطف معي حاسس بي يبقى أنت زيه لا الديني مبرر هو ما كانوش مع بعض الديني مبرر ديني مبرر للخيال ديني مبرر الخيال بيقول له أنا بحب مفيك مبرر الخيالة مفيش ولا أنت خين لا مفيش يبقى أنت بتعاطف معي إزاي أنت بتعاطف معي خين حبيت واحد خين حبيت واحد عادي ما هي حبيت واحد خين خين طب ما هي عشكاسها بيته أنت بقدر وقت شفت أن هو خين رجع في كلام مشكلة من الثلاثة عايز أحكي لك حاجة مع الخطيبي اللي سبته خطوب السلونات كان فيه قبول وكل حاجة بس بعدين ما بقيتش عايزاه مرات أخوه مرات أخوه بتكلمني وبتقول لي عرفيني أنا كلمتك أول ما قلت له ارتبك أنا حسيب بحاجة مش طبيعية المهم لما قلت له راح قال لي ما تكلميهاش تاني ابعدي عنها وده شككني فيه أكتر وأكتر قلت له حاضر بس فدلت أتكلم معاها لحد ما قالت لي محمد خطيبي كان شايل معايا 30 ألف أيوة عودة عادل بقى كده تابع واخدهم ومتهمني أنه هو أنه مخدش منهم غير عشرين ألف بس يعني هو متهمها في عشر تلاف بعد كده قريت لي على فكرة محمد لما كان خاطب واحدة الأول ثابته علشان حاول يتحرش بيها بيها والبنت اتصدمت منه المهم واجهته قال لي يا فعلا مرات أخويا نصب عليها في عشر تلاف جنيه وجدت أقول لي كده علشان كان بتهددني أنها تعرفك مشكلة خطبتي الأولانية لو هقول لأخويا أنها نصابة تمام؟ ما علينا قلت له مهمنيش ده كله أهم حاجة أنت عملت كده في خاطبتك قال لي آه بس خاطبتي كان بمزاجها كل حاجة قلت له طبعا مش هكمل واسبته فعلا وبعد محايلات كتير معاني مدة شهر وشوية عشان أرجعه رفضت رفض تام تفتكي إن عملته صح؟ اتكلم بجد العشرة تلاف جنيه اتكلم بجد ما انت مالك منها أصل تلاف جنيه هتتخدهم ما أصل فيه فلو لا يا مفروب صحيحك تتبلغ عنه يعني هو متحرش ومش مبسوطين ومش بتحبه وحرامي لا مش حارفة دفع عن ده بصراحة لا مش عازف مش حارفة ده يعني قولت يا كريم لا أصل مش الدرجات دي بسوح؟ واحد خين والتاقي متحرش ها؟ وحرامي وحرامي ومتحبوش أصلا انت فهمت بقى أنا هنا في ايه؟ بس اللي قبله ما كانش حرامي ولا جام متحب كخاين يعني خاين وكذاب وغضام لا بس دي كانت مفروض تعمل حاجة زيادة يعني أصد فيه عشرة تلاف جنيه عند مين تعمل ايه زيادة؟ تبلغي أنا عن نفسي عبلغ عنه علي ها؟ ايه أقولك تبلغي أهلك وأهله والبوليس والبوليس والله العظيم أنا بتكلم بجد تبلغي أهلك وأهله عشان ده متحرش لا دي كانت صعبة بصراحة شكرا للمربعة ردوة ضروري ترد علي محتاجة حل عشان ينتعمل بجد أنا متجوزة من سنة جوزي يكلم علي الأكس بتاعته الأديمة مركز؟ اه طبعا مركز؟ ولما وصلت لها عرفت منها أن اتواصل معاها تلب مرات أيام الخطوبة قال لها في زعل بيننا وحيسيبني وهي رفضته واحد رغم أنه ما حصلش مرة تانية قبل كاتب الكتاب وهي قالت له أنا سيبتك وانت عازب فمش حقدك وانت مفاركش قال لها مين اللي قالك حسيب خطبتي بقولك بحبها وهليكتب الكتاب وإنه ميكلمها من باب العلم بالشيء لما هي رفضته يعني هي قال لها بقى أنا حكتب الكتاب طالما أنت هي رفضاني ومرة بعد الجواز مركز يا كريم أنا مركز حلاص أنا مش حاول كان حاصل زعل ما بيننا وأنا كنت عند أهلي فهو حاول يوصل لها كانت هي مخطوبة في الوقت ده وقال لها أنه هو طلقني وطلب منها تسيب خطبها لأ ما تكتبش الضحكة انت جاي هنا تدافع عن الرجالة لا مش جاي دافع عن الرجالة خالص خالص انت جامع الحق دلوقتي جامع الحق زي الفل وطلب منها تسيب خطبها علشان مش مناسب لها ترجع له وهي رفضت حلو الكلام طي هي بتقول لي البنت بقى عشان البنت محترمة تقول لي إنه هو بيحبني وكان بس بيحاول معاها علشان عارف إنها هترفض وإن هي حسب في طريقته كل مرة أكلمها إنه هو بيحبني أنا دي مراته اللي بتقول صاحبة المشكلة بص اللي احترامه الأدب بص السيتاب بتعمل إيه مع بعض ومفروض فعلا أنا وهو بنحب بعض جدا أنا وجهته أعتذر واعترف إنه هو غدب بس أنا مش قادرة أتعامل معاه للعلم البنت دي كانت هو بيقول إنها كانت بتصاحب عليه أو عندها أصدقاء كتير في حياتها فعشان كده ساب مش عارف أدافع مش عارف يعني أكلم بجد مش هنهلها تطلق علشان دخلوا بيوت لكن هي لازم تتديروا الدرس تتديروا الدرس إزاي كنت بتقول إيه؟ هو لسه بيحب الأولانية إنت اللي تقول إنت روح كان لسه بيحب الأولانية أو هي لسه بيته فهو قرامته مش جاية عليه أو حال هي قرامته جاية عليه بزيادة فلسه عايزي كده حال لسه عايزي كده طب وكده دي بقى يتجوز بيها بعض تانية لإيه طالما هو لسه عايزي كده بصراحة إيه؟ هيفضل كده والله هتسيبه هتسيبه وهو هروح ابنت تانية هترفضه كده كده له وهو صعب وصريح وكداب هو مفيش فيه حاجة ده لينها ريس ود لأ مش عايزي ما فصلا ما نقي يعني اللي بعد طيب قبل ما تغذي برأي كريم وأقول لك تسبيه لأ هقول لك الأول بسم الله الرحمن الرحيم إحنا محتاجين نصلي استخارة عشان يعني إيه نشوف ربنا يدلنا على أنهي طريل بس هو كده يعتبر خاين زي ما أنت بتقولي ما هو خاين مش معنى بقى المرات دي تفضل معاهم لأنه هما بتجوزي برضو يعني تفتكر أيوة طبعا هو لو ما فيش عيالي بقى مش خراب بيوت قوي طبعا هزي الأول تعلمه بس الأدب وبعدين تقرر عايزي تسيبه هتعلمه الأدب لا وبعدين هيتجوزه حتاني لا لما تسيبه مش هتعلمه الأدب لما تسيبه هتعلمه الأدب لفترة سيارة وبعدين هقولك إيه أنا حاولته خلاص لكنه هما متجوزين الموضوع بيبقى حاجة تاني أولا أنت لازم تبقي في منتهى الأدب الأدب ومنتهى مش عايزة أقول الانكثار لكن عايزة أقول التجنب كأنك ما تعرفيهوش ما تعرفيهوش الغدر بيتحط في صمت الفطار بيتحط في صمت العشاء بيتحط في صمت صمت رهيب كل ما يحاوليه جنبك تقوليهوش من فضلك من فضلك مش عايزة أتكلم مش عايزة أتكلم أنا بفكر أنا حشوف قراري عامل إزاي أنا مش أدرس عمحك هو بقى في الفترة دي هيبقى عامل زي إيه الإرد اللي بيتنطط عارف الإرد اللي بيتنطط مش هيبطل تنطيت دي أكتر فترة أنت هتعرفي تعذيبه فيها قبل ما تسيبه لو أنت قدت القرار أنت هتسيبه لازم تعذيبه قبل ما تسيبه خلاص ومش هتبلغي إن أنت كلمت البنت دلوقتي أو تديره حاجة صغيرة كده جملتين إن أنت معرفتيش كل حاجة ومينفشت بيعرفتي كل حاجة وقعدة إحنا كده مش ما عندنا كرامة فأنت بس إيه خلاص أنا صريحتك وإنت قلتلي بس أنا معرفتش حيث القصة كلها وتفضلي بقى إيه من لو ده وتاخذي بعضك وتروح عند مامتك طول النهار خلاص فطار وغدا وعشان ده أهم ثلاث حاجات تتعامل في البيت والبيت نظيف عشان ما يجعش إيه يعمل عليك إسقاط إحنا مش عايزين حد يسقط علينا ومنتهى الهدوب ومنتهى الأدب وقعدة عاملة كده هو أنت نايم في قطة الولاد هو نايم في القوضة تعاديه كده شهرين من حياته يعتقد إن أنت ممكن ترجعي وفي النص إيه وأنتي بتكلميته مبتسمة فهو بتعمله إيه لغبطة ساقة سخل فهمها؟ ساقة سخل دربي في الخلاط ماشي؟ يعتقد بعد الشهرين إن أنت ممكن ترجعي له كريم بقى هنا أليك سبيه لا أما بعد كل ده خليك معاه حربة عليه فيه إيه؟ كريم ليه؟ ثلاث مرات شهرين؟ قالك طلقتها إن تنسيت القصة ولا إيه؟ قالك طلقتها ده كأنها أصلا مش موجودة ده ما سحب أسيك طب والبنت التانية عال فيها إيه؟ البنت التانية محترم قالت لها صلى على النبي وهو بيحبك إنتي ومش عارف إيه وقد يكون بعد الشهرين يمكن يتربى على فكرة وإنتي تتعميه استخارة وربنا يصلح حاله يعني يمكن بس لازم تضربيه في الخلاط لازم مش كاية نمرة خامسة يا كريم أنا حاسة أنت على لي مش عكباك لا خلص ولكن الرجال هاي اللي مش عكباك لا بس هو عذاب يعني تشعريني تعمل فيه كده لك صعب صعب والله واللي عملوا فيها في ستين سنة ده مش صعب ما تسيبه خلاص ليه تتعب نفسها؟ أنت زكوري أصيح تتعب نفسها بورده أنت زكوري يعني إيه زكوري؟ لا لا مش تتعب نفسها وكافة مع إيه كلمة زكوري ما يبقى عندك أس كريم اعمل برنامج اسمه هو بس هيبقى عندك أس كريم ما تلقش علاز؟ ماشي؟ أو أعمل أس كريم على السوشي ميديا دي مش صاري المحتوى ومكسر الدنيا أعمل أس كريم بس أنا مش أنا حبقى حققالي مش عزب الستات مين قالك أن أنا بقولهم يعزبوا الرجال؟ لا ده مش عزب خالص تاخد حقه في فرق ما بين أن أنا بقى شخص مفتري وأبدأ بالخطوة الشريرة المش كويسة الوحشة اليوكي وهي فرق كبير ما بين أنه أنا أخد حقي ولا أنتوا عايزين غالبة ومكسرين وناخد على أفانة ونقول حضر وأمين وطيب ونعم ها؟ لا أصح؟ أنا باخد حقي من الأزين وياديتي حتى بتاخد حقه تي بس بتعلموا درس إن بنات الناس أنت زميلة فكرة كده أن هو عيتعلم؟ أه أي رجل يلفه حاولي نفسه يتعلم أي رجل يتضرب في الخلاط أفكاره تبقى مشوشة بيتعلم آخر مشكلة ها أنا عمري خمسة وعشرين تفضل تفضل لا والله يقولي تفضل لا أقوله والله أسكرين لا أقوله اللي حلفت خلاص ها؟ أنا عمري خمسة وعشرين سنة يعني؟ بحب وعد كان أخو صاحبتي في الجامعة شافتني مرة معاها وحبني وحبيته هو محترم وبعد سنة من علاقتنا جيت قدم لي بس أخوي عرف عن أخوه بلاوي وأنه بتعمى شاكل ودخل السجن في إيه؟ قبل كده بتهمت التحر فأخوي رفضوا أقنع بابا وماما كمان دلوقتي أنا بتكلم معاه بقالي سنة من وراء أهلي لإني مهما تكلمت معهم حاولت تقنحهم رفضين وهو جاء وتقدم تاني كذا مرة بس برضه رفضين حاول يقنحهم إنه مالوش دعوة بس أهلي رفضين خلاص فيه اه بقى إي رأيك إيه بقى البنت دي تعمل إيه؟ هو لو أقنعتهم حاولت تقنحهم وهو جاء مفيش عل خلاص هو معملش حاجة كده كده يعني هو أنا بقول لأهله أهلها معملش عاجة هو مش مزنب هو أخوه اللي مزنب حلو مناش دعوة تعمل إيه البنت بس برضه ترضي أهلها يعني أنا شاف كده بصراحة يعني هتحرب اللي هتعمل إيه؟ لو هم مش موافقين وأخوه مش موافق هاتيب ألا وتمجي؟ أنا معيك بس ممكن تحاول محاولة صغيرة إيه رأيك؟ ما هي حاولت؟ نشوف حد ليه دلال على بابا أو ليه دلال على ماما يعني لو النهاردة ماما ليها دخلة مع بابا بتعرف تقنع بابا وتاخده على جنبه ومش عارفة إيه وكذا فأنا ممكن مثلا أكلم خالو أو صاحبة ماما الأنتيم أو أي حد لي بيعرف يركب دماغ ماما حلاص؟ وأتكلم معي يقنع ماما ماما تركب دماغ بابا تحاول تقنعه فبابا يمشي كلمته على أخوه طب لأ ومش دا الحل وبابا صوته من دماغه أكلم عمي أكلم أنتيم أبويا أكلم أنتيم أخويا أخويا يقنع أبويا أنت فاهم مني حاجة؟ وكل دا لو ما نفعش خلاص يبقى أنت عندك حق الأهل أولا طبعا دا زي الأول مشكلة صح؟ الأهل أولا صح؟ أو لا إيه؟ أنا موافق ناخد مشكلة أخي مشكلة ما عليش مشكلة من التمانية أنا مكتوب كتابي زوجي دكتور محترم تربي زي الفلة هو جبتلك راجل محترم بس مشكلة دي معي دايما البنات اللي عنده على السوشال مالوش دعوة مالوش دعوة أسوش الميديا ودايما زميلاته بيتصلوا بيه وبيتنعشوا في مواضيع وأنا ما بحبش كده ومش عارف أتصرف إزاي اتكلمنا كتير ووصلنا أنه هيطع كلامه معاهم وحيب على قد الشغله بس بس كل فترة بلاقي حد بيتصل بيه ومتكلمين ومش بيقولي خبي عليها كاذب أنا مش عارف أتصرف إزاي ولما بتكلم معي وحسبه بيزعلني وبيقولي أنه حيفضل يعمل أي حاجة براحته بدل ما فيش حاجة تغضب ربنا ومش هم وزعلي أعمل إيه معي فيه ردين ادينا الردين هو رجل محترم ومتربي ودكتور تمام؟ لا أتبتاش مدكتور انت عندك عودة دكتور ستطلع دكتور وانت صغير بس مجموعة ما جابش ما جابش خالص عدة السنة تاشاق ما جابش ما برضا خلص سيما الدكتوري بقى محترم ما هي كتبة كده؟ هو محترم ومتربي ماشي فهو أكيد طالما دكتور هو حياته تنشن مود تنشن فهو متجوز وفيه ناس على سوشال ميديا بيتكلم بعادي هو مش بيعمل حاجة تخضئ هو فيعلاً بيتكلم عادي هو مش بيعمل حاجة هو شايف بالنسبة له اللي هو يعني أنا بعمل لك اللي انت عايزاه بصرف عليكي معاكي طرح هو بتكلم ناس تانية بيستاني مش بيعلم معهم حاجة مفيش أي حاجة متعلقة بيه يعني مفيش أي حاجة بصرف عليك وحياتس بيراحتك بيراحتك بس ما هو بيقول انه هو مش معنا حاجة غلط ما بيعش حاجة تخضب ربنا حلو أه فده الرد اللي هو اللي يعني كلنا عايزين يعني احنا كارجالة يعني ده اللي مفروض أوكي أوكي ده اللي بنحسه ده اللي اللي عايزينه حلو 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 بس هو بصراحة لازم يحترم رغباتها حتى لو هي كده عشان لو كان الموضوع العكس كان يبقى كان يبقى صعب يعني لو هي دكتورة ومحترمة بالزبط وبتكلم الرجالة على الفيسبوك لا دي مش كده دي مصيبة عشان هما أصدقائها عادي أو مرتك بس هي دكتورة ومحترمة هي لو دكتورة ومحترمة مش هتعمل كده وشو معنى هو دكتورة ومحترمة يعمل كده ممكن تكون زكوري مش فكرة بزكوري يعني ممكن هي بتحكي بس من وجهة نظر احنا عارفين وجهة نظر ايه ما هي ممكن تكون متستفزه زيادة فبيتخاني معايا ولا انا ببيتعمل كده طب ما انا بقول لك هو لو هي دكتورة ومحترمة اتكلم اصدقائها او الماردة الموضوع هيختلف مليون في الماها هيختلف ليه عشان ما يصحش ليه هو انتو حتخشه الجنة واحنا هندخل النار لأ بس ما يصحش على فكرة الراجل والست بيتحضبوا زي بعض عند ربنا اللي بيصلي هنا واللي بيصلي هنا ولما بيصليش هنا ولا تقدر له بيعمل حاجة من المحرمات هنا زي الي تقدر له بيعمل حاجة من المحرمات هنا الاتنين هيخشوا النار الاتنين هيخشوا الجنة مين بقى مين اللي قد الحكم في الدنيا ان الراجل حاجة عنده مشاعر والست ما عندهاش وان الراجل لازم ما يستحملش بس الست تستحمل عادي المجتمع الاهالي ما هو غلط سياتك دي واحدة عندها شعور وإحساس بتغير بتحب أنا مش فهمة هو فكرة انه انا ما بعملش حاجة تغضب ربنا دي بتندرج تحت ايه انت عايز تعمل اقص حاجة عشان تقول ان انت ما بتغضبش ربنا يعني انت النهار ده لما بتتكلم مع واحدة بنت غير مراتك او بتشوف واحدة بنت غير مراتك وتعود وتتحكوا وتحذروا مع بعض ده ما يغضبش ربنا يعني ده حلال يعني فكرة انك تكون بتكلم عشر بنات على الفيسبوك بتهقوا وتمقوا وتتحكوا وتهذروا وتبعت لك نقطة وتبعت لها نقطتين وتعمل لك كهرت ده ما يغضبش ربنا معلش كده ايه ايه مش عانا اقول قصدتو عندو كل حكاية بميكيالين لا بس برضو بس برضو ماشي انه مليون في المية صح صح بس يعني اهلي اهلهم ربينا على حاجة واهل اهلهم ربينا على حاجة ايه لو اهلها امطلعينها دكتورة ومحترمة بيكلم اصدقائها هو المفوض ان هو يتقبل لا مش يتقبل ويبقى افقه واسع وايدوجلياته لازم تبقى مختلفة بس برضو هي مش نفس الحاجة فتح عن الحياة بس هي عمرها معتبقى نفس الحاجة عمرها معتبقى نفس الحاجة ما هي دي مشكلة ما هي دي مشكلتكو كرجالة ان انتو بتعاملوا الست انها كائن مخلوق عشان يستحمل ليه بابا ما هو مستحمل دكتور ليه بابا محترم دي بني ادم زيها زيك عندها شعور وعندها احساس وعندها شرص وعندها غيرة وعلى فكرة هي كمان بتشوف ان الرجل بتاع الستات الكتير رغيص على فكرة بتاع الستات ده دي جملة انتو اخترعتوها علشان تماشوا بيها الحكاية دي مش حقيقى بصراحة لا دي حقيقى بصراحة لا ومقاطع السمكة ودلها انا مش عايزة يا استرسمح بياكل معكولات بحريق خالص مالها اللحمة والفراخ بس ده مش حقيقى ميلادي انا لو جبنا اي ستة دلوقتي نتكلم معها اهي مين صح؟ شهادة حق شهادة حق وربنا شاهد علينا احنا التلاتة انت بالنسبالك الراجل بتاع الستات تحب تتجوزين ها؟ عالي صوتك قلت ايه؟ لو جبنا ستة تاين وبعدين هو انا مش ستة انا مش تفصيبني سؤال اينا دلوقتي هو ان البنات الستات بتحب شخص عنده خبرة ما تسكتيش عن حقك ما تسكتيش عن حقك وده ما يرديش ربنا ان هق ومق مع ستات وبنات على الفيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي ورد على دي وكلم دي وخب عليك اللي بيعمل حاجة غلط بيكذب ويخبه وهو عارف انه بيعمل حاجة غلط مظبوط ولا مش مظبوط ما تسكتيش عن حقك ها؟ ما بقولكش اتطلقي بس تعملينه فيها مجنونة انا مش حقبت بالوضع ده وبقولك اعلي بقى كل ما تدخل واحدة تعمللي كومنت بتعملي كومنت الجزي ليه حبابتي اعملوا بقى مجنونة طبعا لو ثبته في حاله لو ثبته في حاله وبعتت له يعني قعدت تهزر معاه اكتر على سوشال ميديا كده وتعود تهزر معاه اكتر على فكرة انا موافقة جربي طريق الكريم الاول حلوة الفكرة دي اهو راجل ويغشش الطريقة احسن من طريق اتخش اتحكي معاه ولما تيجي واحدة تعمل له كومنت خش اعمليها ها 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 بتاع اللي هو يضحك ده قولي لها لزيزة اقاوي يا سانا الجوزي بيحب النوكات دي هو هيضحك والله اه وخش ايه شفت بس اه مش عارف ايه بتاع عدل عدل معدلش تخلي طريقة ردواش ماشي اه اتفقنا اخيرا كريم القباني نورت الدنيا كتا شكرا جدا اتبسطت معانا في الابسط شفت المشاكل اللي اهنا بنواجهها ده انا كيبتلك حاجات خفيفة دي حاجات خفيفة؟ والله العزيم حاجات خفيفة ده لو كنت دخلتك في ايه كنت اعطيت له هنا ايه كره عشتك لا انا انا مصدوم اصدقى انت تمام اه؟ انا تمام اه؟ شكرا جدا سامو عليكم ناخدت العفاصل شكرا جدا حبيبات فاصل قصير جدا نرجع ديكم من هي وبس